وجه رئيس سيسي الشكرة لأهالي سيناء والأسر التي قدمت أبنائها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء وأضاف أنه يجب أن يشعر أهالي سيناء أن الدولة تتعمل بهم في تنفيذ أعمال التنمية أشكر كل أهالي سيناء وبقول لهم الأسر التي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء والذين عانوا والذين خسروا أبناء نتيجة العمليات التي قدمت أدول يعني يعني عزقنا أن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من آفة موجودة صدقوني كان الهدف منها أنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أردنا تفقدوا لأننا النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك جيس الدولة مش قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات الناس يشتغل وتاكل عيش بدليل هو أنتوا اللي ما كنت تريد تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق اللي بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بتعمل لي نحنا لكان بيتعمل للناس فضل هدفوا الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها أنا عايز لكم من الفترة الجاية دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدوكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلي نفسينا تحسس أهلي نفسينا أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لأن ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم